دلوقتي ده معاد مجز لهم الأخبار مع منا الفضل يماني شكرا ليك شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط الدولة في مجال الانتاج الزراعي لتحقيق أقصى كفاءة انتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة التنفسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا جاءها داخل الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لمتابعة منظومة الصدرات الزراعية المصرية كما وجه الرئيس السيسي بربط الانتاج الزراعي بصناعات ذات الصلة وبدعم القدرة التنفسية للمنتجات الزراعية المصرية أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعد جديدة على الأراضي حفاظا على حقوق الدولة وخلال اجتماع لمتابعة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفة البناء شدد مدبولي على أهمية السرعة لانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفة البناء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها من جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح وصل إلى مليونين وثمانمائة ألف طلب منها مليون وستمائة ألف طلب في الريف افتتحت أعمال الجمعية العامة الثانية عشر لمجلس كنائس الشرق الأوسط حيث أقيمت فعالية الجمعية في مركز لوجوس الباباوي في وادي نطرون وذلك بحضور ممثلين عن 21 كنيسة في الشرق الأوسط وأكد المشاركون على أهمية التجديد مع ضرورة تمسك بالثوابت المقدسة أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن أكثر من 260 عسكرياً أوكرانياً بينهم 53 جريحاً تم إجلاؤهم من مجمع أزوفستال الصلب آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريو بول وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية جانا ماليار أن هؤلاء العسكريين سيتموا لاحقاً تبادلهم لكون المدينتين التي نقلوا إليهما تخضعان لسيطرة القوات الروسية وقوات موالية لموسكو قالت قوة المهام المشاركة الأوكرانية أن 20 مدنياً بينهم طفل قتلوا في قصف لمنطقتين لوهانسك ودوناتسك وقالت القوات العسكرية في بيان لها أنه جار استهداف 25 تجمعاً سكنياً في المنطقتين وأن القصف أصاب 42 مبنى سكنياً فضلاً عن إحدى المدارس فشل وزراء خارجيات الاتحاد الأوروبي في مساعيهم للضغط على المجر من أجل تخلي عن رفضها حضر نفطي مقترح على روسيا وقال جوزيب بوريل منصق سياسة العامة بالاتحاد الأوروبي بعد اكتماع لهم في بروسل إن الوزراء فشلوا في التوصل إلى اتفاق نتلما هو متوقع مع تكليف السفراء الآن بالتفاوض على اتفاق في الوقت نفسه قال بوريل أن وزراء الخارجية قرروا تقديم 500 مليون يورو إضافية لشراء الأسلحة لدعم كييف ليصل بذلك إجمالي الأموال التي خصصها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض إلى ملياريد يورو أكد البيت الأبيض أن واشنطن لا تزال واثقة من أن حلف شمال الأطلنطي الناتو سيتوصل إلى اكتماع بشأن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جار بيير أن واشنطن ترحب بالتصريحات الحالية لحكومتي فنلندا والسويد بشأن نية هما السعية للحصول على عضوية الناتو مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستدعم بقوة طلبات البلدين عند تقديمها رسميا في بيوكسل قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيساف إن تكلفة الأدوية التي تنقذ الأرواح لغالبية أطفال الذين يعانون من سوء تغذية شديد بصدد الزيادة بما يصل إلى 16% بسبب الأزمة الأوكرانية وأضافت اليونيساف في بيان لها أن أسعار المواد الخام المستخدمة في صنع الأغذية العلاجية الجاهزة قفزت بسبب أزمة الغذاء العالمية التي نتجت عن العملية العسكرية والجائحة وحضرت المنظمة من أنه إلى جانب الضغط الأوسع نطاقا على الأمن الغذائي قد تؤدي زيادة الأسعار إلى مستويات كارثية من سوء التغذية ختم مجازة ثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل